بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين دول حتتين بطول متر تقريبا من خشب المهجني أو المجنو اللي حنعمل بيهم الشطرنج الأنتيجة هناخد أول قطعة والروح على منشار الطاولة يفضل طبعا استعمال ريشة السلامة ونقص على مهلنا عشان المجنو من الأخشاب الصلبة لرشة السلامة وأي فيديو أو أي أداة هنجيب سرتها وإحنا شغالين هتلاقوا رابط لها في صندوق الوصف تحت عنوان الفيديو تمام كده قصتها وبقت بسمك خمسة ساعة هبقى شققها نصين متساويين بالزبط بس قبل ما حرك الدليل هبتلي بقى أقص شرايط من خشب الكنتر للطبقات 9 أو 12 ميلي تمام كده نشيلهم بقى على جنب دلوقتي السدابة اللي كنا قصناها دي هنبتلي بقى نشقها نصين بالزبط ناخدهم بقى ونعلم عند النص كده عشان هنقصهم لأربع قطع هقصهم طبعا على المنشور الرأسي كده بقى عندي أربع قطع من خشب المهجني وبرضو هنقص سدابتين من الكنتر اللي كنا قصناه قبل كده كده بقى عندي 8 قطع بعرض خمسة سانتي هبدأ بقى نرصصهم شريحة غمقى وشريحة فتحة وعشان نضمن انهم لما يتلزقوا ويكونوا نفس المية هحط تحتهم أي خشبة أنا ضامن انها مستوية دي الفورمة اللي عندي واللي كنت استعملتها قبل كده كذا مرة هرصص عليها السدايب وابتلي بقى أجهزهم اني أغريهم دفرد الغيرة كويس جدا وبعد كده بقى برصصهم وارا بعض وامسكهم بكلامبين مش هتحتاج أكتر من كده بعد بقى ما نشوفوا تمام الغيرة مش مسايل وشكلها نديف ترجع بقى لمنشار الطاولة أول حاجة هننضف طرفها وين ساوي كويس دي زدابة من الأصطناهم في الأول أنا شايلها عشان أكرر القياز بتاعها وظبت عليها دليل المنشار وبعد كده بقى بقى بقص اللوحة دي لشرايط طولية أظن كده الفكرة ابتدت تبان للناس اللي سألت لوحة الشترنج بتتعمل إزاي ناخد بقى الشرايط دي ونرجع نكمل تأفيل على نفس الفورمة حبتدي أرصصهم جنب بعض بس أخلي سدابة عدلة وزدابة أقلبها أفقياً عشان يدوني البلطات الشهيرة لرقعة الشترنج أهي رقعة الشترنج زي الفل حبتدي بقى أجهزهم برضو أني أغريهم في بعض وبعدين بغريهم كويس وبردو بمسكهم بأمطتين مش مستهلة أمط كتير لسا فيها شغل بعد ما نشفت شلت الأمط وبقت قعدت شاترنج بس بلاطة عالية وبلاطة وطية هنعوز بقى نعمل تأفيلة كده حوالين الرقعة عشان نعرف نسب فيها إليبوكسي قطعة خشب من البوائي وسدايب عشان أعمل حوالين القعدة دي صور كل الفورمة دي لازم أغطيها بكويس بالسلوتيب البلاستيك عشان مايمسكش فيها إليبوكسي لو سرب مني وبعدين هنقفلها بالمصامير بس عشان نعرف نفكها بعد كده بعد ما قفلتها وعشان أضمن أن حتى لو نزل إليبوكسي في الفورمة مايسربش بره فغطيت كل الأركان بالسيليكون أي نوع سيليكون مش لازم سيليكون إليبوكسي بعد بقى ما نشف السيليكون هنسقط الرقعة والأفضل إنها تدخل شحط عشان نقلل من فرصة تسريب الإيبوكسي بنجيب بقى الإيبوكسي وحسب بقى نوعه بتكون الخلطة نص لنص اثنين لواحد حسب نوع الإيبوكسي أنا الإيبوكسي بتاعي بيكون بنسبة عشرة جرام إيبوكسي لستة جرام مصلب فحبتلي بقى أوزم بدقة الإيبوكسي وبعدين أضيف عليه البصلب وأقلبهم بقى المدة 3 دقائية على الأقل التأليف تجاه واحد والمدة طويلة عشان يضمن لي امتزاج المدتين كويس وبعدين بقى أضيف شوية أزرق كحلي وقلب وشوية أبيض وقلب عشان أعمل لون لبني بس غامق سيجا وهنسيبه يهدى 30 ثانية قفلت على الرقعة بكام قمطة عشان ما تطلعش الفوق وهبتلي بقى أصب الإيبوكسي هنصب أول طبقة على الأطراف عشان أتأكد إنها حشت كل الأجناب وأي إيبوكسي هصبه بعد كده مش هيتسرب تحت واحدة واحدة على مهلنا عشان نقلل من فقاقيع الهوى ونعدي بقى عليها بمسدس لها بصغير عشان نطير أي هوا مهم جدا موضوع التخلص من الفقاقية دي تاني يوم وبعد ما نشفت الأرضية أو أول طبقة هربتلي بقى أضيف طبقة تانية من الإيبوكسي بص هو أنت طالما وصلت للطبقة التانية من الإيبوكسي يبقى احنا نستاهل تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب لو كنت مش مشترك وطالما عجبك الفيديو يبقى لازم تعبر لنا عن إعجابك باللايك والشير عشان تدعمنا وتقول لنا استمروا بعد ما عملت اللايك والشير واشتركت معنا يبقى تستاهل أقول لك السر ده لازم تغطي شغل الإيبوكسي عبال ما ينشف الهوى أكيد فيه زرات غبار ودي لو نزلت في الشغل ممكن تتغلغل لنص الإيبوكسي وتلاقي شغلك مهما تشطبه مش نضيف تصرف بقى بأي طريقة نسبك المهم تغطي الشغل وتسيبه ينشف 72 ساعة على الأقل عمل بقى ما الإيبوكس ينشف هستعمل سدابة 2.5 سنتي ونص في 6 سنتي وهكون شطف طرفها للتسهيل على ريشة الروتر وهبتتبقى أكلها على الفريزة اعمل أي شكل نسبك أو حتى تسيبها زي ما هي أنا بالنسبة لي اخترت الفورما دي شياكة وعلى المنشار الرأسي وبزاوية 45 هقص السدابة دي عشان لما يتجمعوا مع بعض يدوني الركنة دي جبت كمان بقى ازدابتين واحدة مجن وواحدة خشب أبيض 2 سنتي في 2 سنتي وازدابتين تانين 2.5 في 2.5 عشان هنعمل منهم قطع الشطرنج باستعمل بقى السلايدر باشا هنبدأ نقص العساكر مثلا وبعدين نبدأ نعمل أي شكل عشان نميز العساكر بشكل واحد مثلا حفر داير ميدور والطبيعة هنشق فيها تقاطع من فوق ابدع بقى زي ما انت عايز الانترنت مليان أشكال مختلفة لقطع الشطرنج الخشبية أنا عملت بعض القطع زي أشكال عجبتني وعملت قطع تانية حسب زوئي أنا وبعد كده هنصنفرهم كويس ونشطبهم ونبقى نرشهم بردو بس بري شفاف أو شمع خشب من نوع ابن نس نرجع بقى للإبوكسي اللي زمانه نشف هشيله من الفورمة ربنا يستر ما يكونش فيه تسريب واحدة واحدة بفك كل السدايب تمام مفيش أي تسريب نكمل بقى فكه هنشوف بقى الخطوة المهمة الجاية هتبقى إيه لو عندك تخانة عريضة تقدر تدخل فيها الرقعة عشان تنظفها لكن حتى انا التخانة بتاعتي عرضها 32 سنتي فمش هتنفع فازبطت الفورمة اللي كنا شغالين عليها وعملت فيها صور يمين وشمال عشان أسقط فيها رقعة الشطرنج وهي هستعمل بقى الكبري اللي كنا شرحناه وعملناه قبل كده عشان هستعمل الراوتر في إني أخليه تخانة وطبعا هستعمل بنت شطف بعرض 6 سنتي عشان أنضف رقعة الشطرنج وخليها كلها تخانة واحدة ونفس السوا فكرة الكبري دي زي ما قلت لكم كنا شرحناها قبل كده نفسي عرف مين اللي اختراها عشان أوجه له رسالة شكر عميقة من كل قلبي باكل في القعدة وكل ما خلص وش أنزل بالراوتر 2 ميلي أكل مرة كمان لحد ما وصل لنتيجة أن سطح الرقعة يكون كله مية واحدة وسوا واحدة بعد ما خلصنا الراوتر نخش على الصنفرة اللي هنتدرج بيها من 120-42-400-1000-2000 والحد أكبر رقم تلاقيه قدامك ممكن بعد الصنفرة يعني لو لقيت كريم بوليش بتاع العربيات حتى مع قماشة فايبر جديدة وتبدأ تلمع وتنعم سطح الرقعة هتدي لك نعمة أكتر ونضافة أكتر تمام كده نضفت ونعمت وفاضل آخر ويش هندهنه بعد ما نخلص تقفل دي السدايب اللي أنا جهستها عشان أركبها في جنب رقعة الشطرنج وكمان عملت فيها مجرى عشان أسقط فيها قعر قبل كيش من تحت فهركب السدايب دي تحت الرقعة وابقى يدوب مبين بس سمك الإيبوكسين فهغرر السدايب وقفلهم حوالينا الرقعة دي مش محتاجة لا شرح ولا تطويل وبعد كده بقى بغرر قبل كاشا القعر وسقطها مكانها واسيب بقى كله ينشف شويتين حلوين بعد ما نشف ممكن طبعا نسيبها كده بس مش دلنا مخطط له فهروح على منشار الطاولة وعلى مسافة 4 سنتي حنشقها نصي أشق الجنب واقلب الرقعة أشق الجنب التاني وهكذا تمام كده شقناها نصين نرجع تاني مكاننا ونستعمل بقى أي لون قطيفة الكتب الخيبة انا كم ممكن اقولكم ان جبت قطيفة زرقى نفس لون الإيبوكسي بس الحقيقة اني ملقتش قطيفة سودة فهغطي بقى الأرضية والسقف بالقطيفة الزرقى اللي لقيتها بعد ما خلصت القطيفة هستعمل سدايب عشان اعمل شف داير ميدور وكمان قسمتها عشان ارصص فيها العساكر بس كان مفروض اخلي كل قطعة في مكان بس الحقيقة الخشب خلاص من عندي فخليها كده العساكر مش هتقول لا كده القطعتين بيعشقوا في بعض عشان تبقى علبة مقفولة على الجنود وكمان عملت بالروتر في النص التحتاني شفة كده عشان اعرف افتح منها العلبة اديها بقى طبعة شمعة او سبري شفاف ومبروك كده خلصنا الشطرنج الإيبوكسي طبعا لو مش عايز تعمل الشطرنج إيبوكسي ممكن تخلي الخشب المجنو نفس ارتفاع الخشب الابيض ممكن خشب سويدي او عزيزي او بيتش باين او حتى زين اي دونين متنقدين حيقضوا المهمة انا عرفتك الطريقة وانتبع بزوءك وبإمكانياتك اه انا واحد من عشاء لعبة الشطرنج بس عبها انها بتاخد وقت كتير صحيح وقت ممتع بس الانسان عبارة عن دقيق فانت اعمل الشطرنج الهندميد الانتيكة اليونيك المتفرج وبيعه لكن ما تلعبش وتضيع وقتك او بقلعب مرة واحدة في الشهر لو بتحبه ربنا تقبل نقيتنا في اننا بنحاول ننقن علم بسيط اتعلمناه من غيرنا عشان نفيد كل شاب نفسه يعمل مشروع متميز ويستثمر وقته بالحلال طولت عليكم انا عارف بس ما تنسوش تدعولي بالهداية والرحمة ومش حوصيكم بقى لايك والشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم سلام عليكم